مع مدير عام هيئة أجير وعمادي كريديم مجدداً أهلا وسهلا فيك بلجت الواتسابات بلجت منها أهلا وسهلا فيك بلنا رد على واتساب أنا برد على التويتر كل يوم بين الساعة 11 بالليلة للساعة واحدة على كل الناس اللي بيكتبون شو أبرز مشاكل الناس معكم؟ أبرز مشاكل الناس ببطئ الإنترنت ببعض الأماكن بطئة لناس قدرنا نشرح للناس أنه لما بتكون بعيد أنت عن السنترال ما فينا نعمل شي مشاناك نحن نركب أكتف كابينت ومشاناك نعمل مشروع الإليف الضوية مشكلة مشاكل الثانية مشاكل الصيانة عدم استجابة بالسرعة اللازمة للناس لحطية الصيانة وفي مشاكل أنه نحن مقدمين طلب من سنتين ومن ثلاثة بدنا خط تليفون وما ميجي خط التليفون كمان عم نشرح حدولي وبجاوب على كل تساؤل بكل شفافية وبكل احترام لكل الناس كنا نتصل بأوجيرو يومين ثلاثة يكونوا حاضرين هلأ جمعة يكونوا حاضرين شو القصة؟ القصة هايدي كماني رواسب من سنة كنت تدقي ثلاثة أربعة تيم ما حدا يرد عليك صحيح هلأ صرنا عم نرد وصلت الريسبونس وصلت لتنين وتسعين فاصلة تماني بالمية من الاتصالات اللي بيجي على أوجيرو نحن منستلم تقريبا بحدود الخمسة عشر ألف اتصال كليوم لما منوصل منقول أنه تنين وتسعين بالمية صار عم يتجاوب عليهم هيدا إنجاز بيضل في عنا كمان ناس ما عم تقدر تقطع من كسافة الاتصالات بس عم نحاول نطور حالنا وصار في عندي تيم جديد بالخمسة عشر خمسة عشر وحنبلش حملة للخمسة عشر خمسة عشر قريبا لحتى اللي ناس تتفعل معنا أكتر وحطينا كمان الدجيتل والسوشيل ميديا كمان بخدمة المشتركين لحتى اللي يتواصلوا معنا يا مع الخمسة عشر خمسة عشر أو عن طريق السوشيل ميديا لحتى اللي نضل قرب من زبايننا ونقدر نخدمه هاي متى أنا كمواطني بدي اتنعم بانترنت سريع بلبنان كأني حد السنترال لقلك في كتير ناس بالمدن وهيدا كلام صورت عم بقوله أكتر قلته أكتر من مرة أنا دايما باعتذر من اللبنانيين المواطنين اللي هني سيكنين برات المدن لأنه بقلب المدن إذا ما كان للمشترك عنده مشكلة بقلب بيته الوضع اختلف وتحسن على الأقل عشر مرات أكتر من اللي كنا عليه بال2017 بيضل عنا مشكلة اللبنانيين أو المواطنين المنتشرين بمناطق بعيدة عن السنتراليات يعني عم بحكي مثل المارتقلة عم بحكي مثل البياضة والرابي والإبعاد عن السنتراليات واللي حكما أنا والفريق تبعي ما فينا نعمل شي لنحسن سرعة الإنترنت قبل ما نخلص مشروع الفايبر تو دي كابنت اللي كنا عم نحكي فيه هي تركيب هالخزين الزكية لنقرب السنتراليات من الناس لنقدر ناتيون الخزين صرنا زمين موعدين فيون ليش هتأخير عم نشتغيل نحنا وين صرتو نحنا اليوم لزمنا شركات ثلاث شركات عالمية اللي هني هواوي ونوكيا ومكالكس بمناقصات داخلية داخل أجيرو بمناقصات عمومية شفافة اللي جان وجدت من وزارة الاتصالات ومن فنيين أجيرو وبمساعدة كانت هالمرة بمساعدة استشارة عالمية اسمه أرتر دي لتل أجووا ساعدونا بالتقييم بتقييم العروض بلا بالأسعار ليش بتكون مساعدات وعندكن دائرة منقصات لألك شغلي نزامنا الأساسي هذا سؤال بحقلك تسألي وأنا دايما جوابي للكل بقول طول ما في عندي نظام للمؤسسة اللي أنا عم ديرها بلتزم بالنظام اللي موجود بالمؤسسة نعم واللي ما بيلحظ وجود أو أنه ما بينعمل هالمناصات ضمن إيطار دائرة المناصة هيدا النظام المالي اللي موافع عليه بمجلس الوزراء للأسف هيدا هلأ بتقولي للأسف ولا لا إذا بدي قلك للأسف وما يكحق بكون عم بعترف أنه كل لبناني حرامي حتى يثبت العكس أنا مقتنع بأنه كل لبناني قدمي حتى نثبت أنه حرامي نعم نحنا هيدا الكالتشر اللي يزم نطلع منها أنه كل واحد منا نرصاب وحرامي وبيشتغل على جناب لحتى اليوم لا هذا المبدأ مش مزبوط نحن بدنا نبلش نفكر بطريقة مختلفة بدنا نفكر أنه نعطي عنوين للدولة وتصير كل المناقصات تصير بدائرة طيب على الدولة وخادة على دولة شغلتها وعملتها تعمل مناقصات فتشيلي على ناس يعني مش موافقني على هالأمور لا ماني موافقك على الرأي لأنه اللي عم نشوفه داخل إطار جهازة مجلس الوزراء وبيمناقصات وما بتمر بالدائرة ليمروا مرور الكرام ببدونية يعني هيدا بيترعالمي تستفيد أول شيء لنبلش نعالج المشكلة بمجملها أول شيء لن يكون بدائرة المناقصات ناس بتفهم بالتكنولوجيا اللي نحن عم نشتغل فيها وبالمناقصات اللي نحن عم نعملها بيقولوا أنه عمضون الفريق الكافي والويفير ما ليش شفنا أكتر من مثال اليوم إذا اللبناني بدوا ينوعد بتطور إيه إذا وعد حاله بتطور فيه أنون بنزام بالأنظمة اللي موجودة حاليا وانعملت وانعطت أجيرو هالحرية من عشرات السنين لحتى نقدر نعمل هالنقلات النوعية وإلا لو كان غير الوضع هيك بعدنا مش على التليفون على الوشوشي ست نوال طب هيدا تأثير من الدولة واليوم فيه فيه أنون عم ينطبخ بمجلس النواب لا يجتمع طلبت مني رأيي واعتتيكي نعم اليوم فيه مواطن بينتهي رقمه بأربعة تسعة ستة بيقول ليش بمركز مارمخايل النهر ما فيه إلى موظف واحد من فترة أخذ إجازة جمعتين وبقي مسكر المركز ما فيه حدا شو القصة في بعض المراكز فيها أمنا السنديق بتصور الأخ الكريم عم يحكي عن أمين سندوق أمنا السنديق تابعين لها وزارة الاتصالات مدرية العامة للصيانة والاستثمار نحن بآخر مرسوم توسعة صلاحيات أوجيرو ونيتت بأوجيرو صلاحيات الكلكشن الجي باي هذا الموضوع نحن منوض عن مشتغل عليه لحتى يصير فيه عنده الإمكانية دايما يدفع فتورته حيلاقي دايما موظفين إذا ملقى موظفين ووزارة حيلاقي موظفين أجيرو عم تشير نعم لأنه هو إذا نهار يعني ما دفعت يومين بنقطع الخط بنقطع الخط وبيدفع 11 ألف إعادة وصل يعني 7 دولار غرامي إعادة وصل خط وما تيجي الخط إلا نهار الأربعة إذا دفعت الثانين أو الخميس هل هيدا هو خدمة المواطن لا هيدا أبعد شي عن خدمة المواطن وأنا بقل له وبعتذر عن زملائي بالوزارة أنه لأ مظبوط معه حق هيدا مش خدمة المواطن ولازم نحن نشتغل على هدول المواطن حتى المواطن يبطل بقى يتبهدل بقصة دفع الفتور ليش عنا أغلى إنترنت بالعالم أغلى فوتير بالعالم وأغلى تليفون بالعالم وأسوأ خدمة أول شي مقولت هذا حسب ما عم بيقول مقولت إنه لبنان أغلى بلد بالعالم بالإنترنت مش مظبطة نحن نزلنا بحزيران الماضي من سنة بالزبط نزلنا أسعار الإنترنت بحدود الخمسين بالمئة نعم وعم نشتغل كمان على تنزيلها بعد فبس المقولة إذا مناخد البنشمارك تبع أسعار الإنترنت باللبنان بالنسبة للعالم نحن موجودين بالنص في كتير ناس أغلى مننا وفي كتير ناس كمان أرخص مننا نعم فما قولت إنه أغلى ناس أغلى إنترنت بالعالم وأسوأ خدمة حسابي على تويتر في ناس عمدو صلى سرعات كتير عالية تشكي من من ارتفاع السعر بعد وهيدا طلب محق ونحن لازم نشتغل على تخفيض الأسعار بس بدنا نخفض الأسعار بس لتثبت البلاتفورم تبعنا بالإنترنت بخصوص الإنترنت مواطن بنتهي ب716 عبر أجيرو ممكن نعرف السبب بفرق السرعة بين سنترال والتاني مثل اللي صاير بين سنترال بحمدون 2 ميجا وسنترال صوفر ميجا واحدة أول شي سنترال ما إلو علاقة قديش نحنا منكون قرابة من السنترال هيدا اللي بيحدد السرعة نعم 2 ميجا بدنا نشوف أول شي نحنا على قلي أي بلان مشتركين إذا مشترك على 2 ميجا ما هتاخد أكتر من 2 ميجا إذا بتعمل شي اسمه open speed أو سرعة المفتوحة فيك تطلع على سرعات أعلى فاليوم سرعة الإنترنت هي إلى علاقة بالمسافة المواطن أو المشترك قديش بعيد عن السنترال إذا أبعد من 3 كيلومتر حيكون الوضعية الإنترنت ضعيفة إذا أبعد من 4 كيلومتر حتكون أضعف فكل ما قربنا من السنترال بس نحنا عم نشتغل بالأكتف كابنت لحتى ليكون المشترك بعيد 800 متر عن هالكابنت اللي منقدر نعطيه مينموم 50 ميجا نعم أنا مرة شاية الوادي بدي خط ما فيه ليش أول شي فيه سببين لعدم وجود الخط ستناول فيه سبب الأول أنه مش كل المناطق موجود فيها شبكات لأنه بتعرفي في لبنان فيه نهضة عمرانية فيه ضياء عم تنبنى في بنيات جديدة عم تطلع وعادة بتكون هالبنيات موجودة على خريطة يعني بتطلع وما بيكون في عنا شبكات فموضوع دراسة الشبكات ومد الشبكات بتعملوا مديري العامي الإنشاء والتجهيز بوزارة الاتصالات لمن هالشبكة بتنمت بيجي أوجيرو بيشبك المشترك هلأ بالإنشاء والتجهيز أطلقنا مشروع المرحلة السابعة اللي عم بيكمل الشبكة لتقدر أوجيرو تيجي تربط فيها المواطني وفيه سبب تاني أنه ممكن يكون السنترال صار وصل على الليمت تبعيته وما بقادر يستواب وكمان هدولي بالآية ماسل نظام جديد واحدة من إجازات أوجيرو صرنا حاطين أكتر من 6,000 خط جديد ببعض المناطق ليش الفاتورة بيسأل توني علي ضريبة 3 مرات إذا مثلا ما دفعناها ليش الفاتورة عليها 3 مرات خلي يتواصل معي اعطي رقم يتواصل يطلب الـ 15-15 أو يطلب هيئة أجيرو ويحكي مع مكتبي لحتى نفهم منه شو الوضع لأنه ممكن يكون في غلط بالفاتورة وهيدا شي قابل للتصحيح إذا الغلط موجود قلت بحديثك أنه في بلدين هي أغلى منا بالإنترنت أنه يريد تسمي بلد في كتير بلدين أكتر منا يعني بس بدي أعطيك الإمارات أغلى منا بكتير نعم الإمارات نعم دعنا نرجع إلى الفساد بأجيرو وحضرتك اعترفت بهالشي ما هيك اليوم عم نحكي أنه غالبية الميومين اللي بدنا نحكي عنه أنه الأعداد عم تدخل بشكل غير مضبوط اليوم من الميومين لدينا نحنا قرار بعدم التوظيف بالدولة من باب أنه نحنا بحاجة مندخل ميومين كل الطبقة السياسية بتدخل فيهم شو صحة هالكلام أول شي بيسألك سؤال نحنا بلبنان ولا بسويسرا أنا بدي أسألك بلبنان ولا بسويسرا خلينا نقول الأمور مثل ما هي وما نتخبى خلينا نقول الأمور مثل ما هي وخصوصا بقصة الميومين بالزبط اليوم ما بدنا نتخبى وراء أسبوعنا نحنا أساسا هيئة أجيرو أنشئت بالتسعينات اليوم الموظفين اللي دخلوا بهذاك الوقت صار معدل الأعمار بالهيئة 52 سنة لما بتكوني عم تحكي بهذا الموضوع بهالبركت من الأعمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحنا بحاجة لناس عمره 24, 25, 26 نسميهم بالإنجليزي الميلينيالز اللي هني بيحطوا تصور المستقبل التقني طبع البلد الاتصالات أو تقنية المعلومات في قرار موجود بيقول أنه منع التوظيف بس أنا بالنهاية بشباط له 2017 لما دخلت وبعد ما عملت التقييم لهيئة أجيرو قدمت لمعالي الوزير دراسي بتقول أنه أجيرو بحاجة لـ 963 موظف بهذاك الوقت لحتى تقدر تقوم بكل المشاريع اللي نحنا اليوم مشينا فيها أو أنا نعم فوتت ميومين 600 رأم مش كبير وعلى أي أساس كبير الأمور العدد هو نسبة إذا كبير ولا صغير بس أنا في عندي حاجات بمختلف المناطق بدي إليك شغلة نحنا دايما نقول عكار وعكار مهملي أنت عندك فكرة بس بيعطيكي مثال أنه بعكار عندي ثلاث موظفين عكار بتمثل ربع المساحة بلبنان في عندي ثلاث موظفين ليسالحوا الانترنت ويركبوا خطوط جديدة ما فيه إليه للتوظيف أحسنا ما فيه التوظيف أساساً ممنوع أنا بيجي فوت ميومين لعندي لحتى لقدر غطي النقص الكيب عطينا فيه بروفايل بينعمل أنت معك خبر أنه في عندي مهنسين الجامعة اليسوعية ومن الجامعة اللبنانية ومن الجامعة الأمريكية مهنسين اللي عندهم الخبرة بفاتوا لعندي ميومين لأنه ما قادر أعطيهم أكتر من ميوم بس أنا بحاجة لخدماتها الشباب اللي هني عم يعملوا معجزين تب ليش عم ينقال أنه الميومين رعوا الحاجات الانتخابية والتوظيف ما عم بيكون مرتبط بحاجات المؤسسة شوفي كمان حكون واضح وصريح معك بهذا الموضوع مثل ما قلت لك نحنا بلبنان ملنا بسويسرا بسيارة نحاب بيكون لأنه بأوجير ليش ما ملتكون بأوجير ومتل سويسرا لأنه لأنه بالنهاية الأحزاب السياسية اللي موجودة 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 بكل المؤسسات اليوم فيني قلك أنه 80% أنا من اللي أخدتهم هالستمية خضعوا لمعايير أجير و20% خضعوا لمعايير سياسية يعني يتصلوا فيك الوزراء ماشي الحال بس ما إخد اللي أنا بديه وما إخد اللي بيقدر يقوم بالشغل هذا اللي فيني قلك نشحت بهذا الموضوع لحدود 75-80% بس قلك إنه نجحت 100% بكون قذب عليك هذا الموضوع في معايير كان للطواقف نحن برجعوا بقلك معايير الطائفية موجودة بالبلاد بالبنان وبكثرة وبكل المحلات وبرجعوا بقلك إنه نحن ملزمين مش ملزمين يعني هيدا شي موجود وما فينا ما فينا نباعد عنه يعني التزمت هالقاعدة التزمت التوازن اللي موجود عندي بالمؤسسة قبل ما أنا أستلت نعم طيب اليوم التوزيف سيسي عم ينخر هيكلية أجيرو بدون أي انتجية تذكر شو لصة أول شي هذا كلام مش مزبوط كلمة واحدة ما حافظ بتفاصيل أكتر بدي إقلك إنه هذا كلام مش مزبوط ونحن اليوم يعني عم بيقولوه كمان اللي بقلب أجيرو اللي بيقولوه عم بيقولوه بقلب أجيرو لسبب واحد اللي عم بيقولوه بقلب أجيرو لأنه منه مستفيد من وجود عناصر جديدة اللي بيعتبر إنه أي زودة بتجي عم تاخد من طريقه عم بتروح لحداً تاني اللي عم بيقولوه عم بيقولوه من منطلق قناني و يعني قلة مهنية كتير عالية اليوم في مواطن ونحن بعد المستمعيين إنه كل الواتسابات هنرد علي ورح نستقبل اتصالات 16 إلى 3 في أمال بتقول أنا بدي علبي رقم الشغل أمر الشغل أمر الشغل حتى رقم الشغل 52481 عندي رقم تليفون بس مش شغال بلبعة قصة لبعة 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 سحتيين لدينا كتير قصص من هالنوع ستنوال نحن اليوم عم نمشي أو عم نكبر ومتل ما قلتلك عم نكبر الشبكات بينتج عنا علبي بحاجة لتعريف مجرد ما استلمنا العلبي منعرفها ومنعطي الخدمة لزبون بتمنى على المواطن الكريمة تبعت لنا تحكي مع الخمسطاش خمسطاش أو تبعت ايميل على thepeople at ogero dot gov dot lb تحط في رقم الشغل رقم تليفون نحن رح نتابع كل القصص معك حضرتهم دي أنا بتصرفها لأنه بدنا نحل كل مشاكل الناس ليش الطابع المالي بيقول رقمي بينتهي بخمسة خمسة اتنين 2500 ليرة بدل 250 ليرة متل كل فوتير العالم عندك رد على هالسؤال لا ما عندي رد لأنه مني مطلع كتير وبعتذر من الناس ما قادر جاوب على هالسؤال لأنه ما كتير عندي مطلع على قديش الطابع يعني ما تشوف الطابع نعم نحن سكان فاقعية الجسر رقمي بينتهي فاقعية الجسر نعم 466 لغاية اليوم بعد المعدات غير موجودة داخل كونتينر وما تم نقلع المبنى الجديد لغاية اليوم ما اشتغلت خدمة DSL لكل المشتركي المركز وما عم نعرف السبب أو المدة عنا موافقة لنطرين من وزارة الاتصالات بس بدي بشر أهالي قاقعية الجسر بأنه حيكون عندهم مفجأة كتير حلوة قولة على عطينا سكر قولة على الهوى لنليس خليني نبسطه بشي خبرية حلوة بقاقعية الجسر خبرية كتير حلوة نحن عم نمدد أليف ضوئية للسنترال الجديدة اللي دمروا العدو الإسرائيلي بالسابق عم نمدد الأليف الضوئية وحن نعطيهم خدمة الوايرلس ويقدروا فيها ياخدوا التليفون والإنترنت بنفس الوقت نعم اليوم كمان في مواطن إنه ليش الشركات الخاصة بدها تاخد منكم مد الفايبر أوبتك بما بتقوم أجيرو بهالعمل ولمصلحتها هي ويكون 8% للدولة وطبعا تنصرف العشرين بالمية على مواضيع تانية لا أول شيء المفهوم المفهوم مش مزبوط مثل ما شرحت لك بالسابق وتحت الهوسة نوال أول شيء اليوم الشركات الخاصة بتمد لزبائنا ما بتمد لصالح أجيرو نعم نحن منمد شبكتنا لحالنا عنا العديد وعنا الكفية التقنية لنمد شبك الشبك الوطنية على كامل الأراضي اللبنينية اللي بدي بدي حب أذكر الكل اللي بتقدر تعمله أجيرو ما في حدا ما في شركة خاصة بتقدر تعمله يعني شركة أجيرو أجيرو اليوم 65% من السوق شركة أجيرو موجودة على كامل الأراضي اللبنينية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب شركة أجيرو موجودة بكل المناطق بعديدة وبعدتها واللي نحن منقدرناها من القطاع الخاص ما فيه سليل ما فيه شركات هلا اليوم رح تدخل تاخد شركات وشرح تلك أنه اليوم اليوم أنا بدي شركة بدي أعطي زبيني هيدا القانون والمرسيم تلعي تقبل مع إماد كريدية يجي على أجيرو وأنا بتعامل مع المراسيم لو كان عماد كريدية قبل ما كان فيه شركات خاصة بدأت تدخل على الخط أنا كانت دخلت القطاع الخاص على الخط بطريقة يكون فيه شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لخدمة المواطنة اللبنانية بدون هذه الحقوق الدولة نعم كنت قدرت تعملته ليش لهلأ بدنا نحكي عن الفساد بأجيرو بدنا حتى نوضع نقطة على السطر نحن وياك سألناك لنا سؤال وين صلت بمرحلة التطهير صحيح هل نفذت منها خمسين بالمئة أربعين بالمئة ستين بالمئة وين صار عمادك رايدية بهالخطة أنا اللي بوعد فيه أنه بآخر الـ 2019 هيكون اليوم أرقام والأرقام الميلية تبيت أجيرو اختلفت بشكل كتير كبير أول شي الإصلاح خليني سميه إصلاح الوضع الإداري بقلب أجيرو عملية مش كبسة زر عملية بدأ تخطيط بدأ تعاون من الجميع القرار موجود بدنا نشتغل نحن على تنفيذ على تنفيذ هالخطة لحتى نرشد الإنفاق ضمن هيئة أجيرو نشيل الصرف اللي كان شوية يتبهى بيه بالباقي بالسابق لحتى لتكون مؤسسة منتجة وهيدا الشغل بيخد وقت بس بدون أدنى شك أنه الهدف بالنسبة لأيلي أنه بالألفين وتساطعش آخر لألفين وتساطعش كون حسنت الإرادات وبنفس الوقت حسنت النفقات بنسبة لأتقل عن 20% نعم فيه سؤال من منطقة بعلبك لهلأ ما نقلوله خطه حكي عن 15-15 حكي على رقم 15 هو راجع كتير على الفاضي عم بيفكر يلغي الخط هو من بعلبك يعني طلب نقل خطه ما نقلوله شو المشكلة بين نقل الخط توفر 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 مرات في رأسياني مرات لأنه حجم الشغل اللي موجود بمنطقة بعلبك وليبقع بمجمله عنا ضغط كتير كبير وكمان بتمنى على المواطن أنه يتواصل معي عن طريقكم حتى نحن نحلله المشكلة ومش لإلو بس للمنطقة اللي هو موجود فيها صحيح في مزاحة ميبينكن هذا سؤال من عندي في مزاحة ميبينكن وبين بعض مرافق أجيره بالاستلاء على الزبائن بينكن وبين إذا بدي جوابك جواب ديبلوماسي بإليك لا بس إذا بدي جوابك جواب مهني بإليك اليوم أنا واجبة كمدير عية أجيره أني ما أخسر اللي القاعدة الزبائن اللي موجودة عندي وبحق اللي حافظ على هالقاعدة الزبائن اللي موجودين وإذا بين بينترك أنا اليوم بحب المنافسة تعرفي أنا جاية من القطاع الخاص أي في مزاحة بمكان ما مزبوط كيف عم بتواجه كيف عم بتواجهها؟ عم نواجهها بأنه نعطي خدمة نحسن خدمتنا للناس نكون سريعين ببعض الأحيان لنقدر نجيب زبائن جديدة ونحفز على زبائننا القديمة هذا بتصور حقنا المشروع نعم أنا بدي أذكر الأصدقاء المستمعين من هلأ فيكن تتواصلوا معنا عبر أرقام تليفونات صوت لبنين 0125511 01325555 الخلوي 76611 005 وأيضاً بعدنا مستمرين معكم عبر الواتساب على 76611 001 اليوم معرفنا ليش هالتأخير من مواطن بنقل المعدات على المبنى الجديد مواطن بينتهي رقمه بـ 466 وأبقاء داخل كونتينر وليش ما بيركبو لنا دي أسأل مثل العالم هذا الجواب اللي جوابتك عليه على قعقاية الجسر كان في عنا سنترال دمر والعدوان الإسرائيلي نحطت المعدات وقتياً بكونتينر وهلأ خلصنا المركز الجديد وحننقول بعد ما نشبك الألياف الضوئية للسنترال هيبلش تركيب المعدات وحنركب محطة LTE بقاعها عائلة الجسر نعم وهيدا دي بيحسن الخدمة وبيسأل مواطن من الحلم لحلم آخر من كبوس للحلم ليش ما بتعملوا انترنت سريع سريع جداً وغير محدود مواطن بيسأل بينتهي رقمه بـ 359 نحنا الانترنت اللي عم نعمل عم نعمل Broadband Ultra High Speed انترنت هيدا اللي عم نشتغل عليه بس حابب ذكر نوصلنا ببيت مسك للألف جيجا اللي هو سرعات خيلية حتى ما موجودة بأقرب البلدان العربية لأقلنا نعم هذا اللي عم نشتغل عليه مستقبل عنوية اتصال فيك تحط الهاتفون لحدك صباح الخير مين معي بوجوه مادام يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك أنا سيكن بجنيح نعم قدمت طلب قط شرك تليفون أجيرو بيبير حسان نشي أربع سنين ما حدا رد علي خبر شي نعم بدي أعرف إذا في يعني في أمل بعض والله ننسى الموضوع أستاذنا الكريم أول شي صباح الخير وحقك أنك تكون مزعوج بالمنطقة الجناح اللي حضرتك ساكن فيها ما المفروض يكون في عنا مشكلة أن أعطيك خط تليفون أنا بدي أطلب منك بس تتواصل معنا بأسرعات ممكن لحتى نشوف المشكلة وين إذا في شبكة ممدودة أو لا بس مشكلة العام في شبكة خلاص ولا يهمك نحن اليوم عم تقول أربع سنين هيدا بس اللي انفجأني بالموضوع بس إذا بتريد تواصل معي لحتى أنا حللك مع مديرية الشبكات عن طريق ستنوع ونحن كمان رح نتابع هالموضوع ليش ما بتسمح ولا شركات موزعي خدمات سؤال من مواطنيا ليش ما بتسمح ولا شركات موزعي خدمات الإنترنت يمدوا شبكة أليف ضوئية إيرون هذا ظاهر هذا مواطن مختفي يعني مخبى وراء حدا متخفي متخفي هذا من الشركات هذا الدباء اللي نحن كنا وياكين عم نحكي فيه إنه هذا القصة إنه هدول الشركات الخاصة شركات الخاصة بدأت تطلب لحتى لتتمد شبكة الأليف الضوئية واللي الرأي العام يعني معترض على هذا الوضوع هل صحيح إحدى الشركات الخاصة حصلت على قطع ومعدات من المستودعات أجاره بدون ما تلتزم بالإجراءات المفروضة قانونة كلام فارغ قولا واحدا نعم اليوم ناخد اتصال كمان آخر ومنتابع الأسئلة المنوعة المطروحة من معي؟ ألو بونجور بونجورين تفضلين حبيبتي أنا اللي بعدتلك رقم الشغل عندي إيه اللي من السنة الماضية طالع عمر الشغل ولا حد هلأ ما إذن نفذوا وحطوا للعلب أسمعتك لما طرحت السؤال على مستوك رايدية بس أنا بدي الجواب منه هلأ حيقدر يحطول للعلب أم لا أمر الشغل تكرا معيني لو بدي طلع لو بدي طلع أنا ركب العلبي أنا طيب يعني ما لشي إله سنة طالع عمر الشغل من تموز السنة الماضية نعم معقولة والتليفون أنا شريته إلي سنة ونص عاتيوك يا رقم عاتيو أي معي رقم تفتعتيني رقمك إذا بتريد سفر سبعة بعطي لنا يا تات هلأ رحطي رحطي ما تعتلي هام تكرع معينك تكرع ما يتم سجل عنها بدي حطول يا بأول الضيعة قلت لهم أنا أول الضيعة ما فيني بدي منتوا على حساب ووقتوا إلى آخر يا أهلا وسهلا فيك في مواطن بيسأل ليش الوظائف صارت جائزة انتخابية ومحاصصة حضرتك اعترفت إنه بجزء من هالشي ساير سؤال تاني بيقضاء جزين الانترنت كتير بطيء وليش ما بتعملوا خدمات مثل الموبايل يعني بيقدر الشخص يعرف مين الرقم المتصل أو يعمل بلوك ثلاث أسئلة هيدا بالآيامس جاي بالسنترالية الجديدة جاي حيقدر يعرف مين المتصل وهيدا أما بموضوع أنه جزين حسب المشترك وين موجود قديش بعيد عن السنترال بس الحل جاي على الطريق وشو سؤال ليش ما بتعملوا خدمة الموبايل يعني جوابت بيقدر شخص يعرف مين الرقم المتصل أو بيعمل بلوك هذا جاي على الطريق اليوم شو قصتكم شو سبب إشكالكم معضو مجلس إدارة هاديب وفرحات يا عمي هذا موضوع يعني تحقيق من إبنية بالعمل المرية وتم استدعائكم مع عدد من الموظفين مش مزبوط هلأ نحيه هوني حسابات سياسية لا ولا حسابات سياسية اليوم هادي الديناميكية نحنا بيحق لي أنا كمدير اختلف مع كل المدر اللي موجودين عندي بحال ما تلبى طلبية الزمن عندي هلا اليوم بدو يسير في مشكل على شخص مقدم وعنده أمر شغل من سنة ونص ولحديت هلا ما أخذ الرقم التليفون بديك روح بوصو يعني للمدير المسؤول أكيد دروحه كلها عيطة فالمشاكل بتسير وهيدي الديناميكية المطلوبة من مؤسسات الدولة نحنا لايو فيسبوك عبر صفحة صوت البناي Voice of Lebanon 100.5 هل صحيح أنه مستشار وزير الاتصالات بدك قول اسمه هو صاحب اليد الطولة بأجيره اليوم هو المدير الفعلي كلام كماني فارغ لأنه أنا مبريد أنا كن الناس بتعرفني ممكن أنت حضرتك أول مرة بتتعرف علي مش الستايل اللي بيخلي حدا يصدر له قراره ونقطع السطر ونقطع السطر منيخد اتصال من معي ألو صباح الخير تفضل يا أهلا وسهلا شكرا قابل طمعا عم بيحكي عم بحكي من ترشيش يا أهلا وسهلا شكرا مرسي بالواقع مركبين كونتينر صغير بترشيش ترشيش كبرت كثير كام من أصل 150-200 واحدة سكانية صارت ألف واحدة سكانية في طلب إنشان يكون فيه انترنت بترشيش وقدمنا عدة كتب كبلدية وكجمعيات أهلية ولكن للأسف من 6-7 سنين لليوم ما تلبى طلبنا بالإضافة إنه هلأ السنترال اللي موجود انطلع وما عم يقدر يستوعب طلبات جديدة أو ياخد طلبات جديدة بدي أسأل ساعد المدير العام فيه شي فكرة عندهم إذا ممكن يركبوا لنا انترنت ويوسعوا السنترال لتأخذ خطوط تليفون أكتر بترشيش أنا بدي رد على الأساس جابي بأنه عنا طلبات كتير من بلديات قدمت أراضي وشقفة أرض وعطيونا غرف بنولنا غرف مش نحط فيها معدات لأسال في عندي أكتر من 300 طلب من البلديات وعم نمشي فيهم انتباعا هيدا بالتوازي مع مشروع الأكتف كابنت اللي كنا كمان مشين فيه اللي بدي طمنه فيه للأساس جابي انه الحل جاي من 7 سنين بفهم الفرستريشن اللبناني صار له فترة كتير ناطر وبين وعيد بس اليوم كمان أنا تحقيق هالوعود ما بقدر سويه بكبسة زر أو بضربة عصى صحرية بس الحل جاي لعنده أنا هشوف إذا ضمن الطلبات البلديات إذا ترشيش موجودة لأعطي للأستاذ جابي أبديت عن وين صرنا بها للصحية نعم صباح الخير بقلنا مواطم ينتهي رقمه بسبعة ثمانية ستة بدي أشكر أستاذ عماد كريدي على شفافية الكاملة عم شكره وإذا ممكن أسألوا قمتها بدي توصل شبكة الأليف الضوئية إلى بيروت وفيردان وشكرا أول شي بيفيردان نحن عنا كابلين صاروا ممددين أليف ضوئية بيفيردان ضمن مشروع التجريبي عنا عنا صراحة نستنوال عنا بالحمرة كابلين بيفيردان كابلين وبالأشرفية كابلين وصرنا شبكين عدد لبأس بي وفيني تمنوا للأستاذ أنه في فوت على الويبسايت طبع أجيرو لحتى يشوف إذا هو بنايته موجودة أو يتواصل معنا بس كمان نحطي الخبرية حلوة كمان أنه السرعة وصلت بيفيردان لـ 300 ميجابيت برسكند على الإليف الضوية كمان نستقبل اتصال من معي صباح الخير تفضل معك شادي جزيان تفضل أنا بس بدي أكي شوية هكي مهضوما من لألثان وصنعش أنا أخذت خط وطلوا لعندي على البيت ليوصلوا لي طلعت البوكس لم تتساعة توصيلات فأنا حاولت تابع بالموضوع أكتر من مرة آخر شي ووصلت أنه لم يكن مجال لازم البوكس الموجود بالبناء لازم تتكبر دلت أنا ثلاث سنين أدفع الاشتراك الـ 11 ألف ليرة وصار عندي عارض صحة أنت أخرت علي لمدة شهرين وأصبق أطعوه للخط أنه رحت لأدفع قالوا لي الخط لم يكن تدفع تدفعه أمتك نزع على رياض الصلوح وزلت على رياض الصلوح قال إيه خط بطل إليك دفعوني الفواتير وأخذ بس أنا يا ترى هذا الخط أنا اشتريته أول شي مش هيدا حق أنه ما ينبيع وين بهالطريقة جوي بس الناس كتير ما بتعرف أنه ذات الاتصالات اليوم بتبيعك خط تعطيك حق استعمال الخط الخط ملأ لك إلا إذا دليتك عم تدفع فواتيره بانتظام فإذا لما بتمرق فترة على قطاع الخط التليفون وما حدا بيجي بيسدد الوزارة بترجع بتعينه لحدا تاني اليوم اللي صار معك مشكلة مزبوط معك حق فيها ولازم تتعالج اليوم مش مشكلتك إذا العلبة ما بتكفي هاي دي مشكلة وزارة الاتصالات وهيئة أجيره بس الخط بس لا توقف الدفع عنه بحق إلا للوزارة ترجع تعطيه لحدا تاني وأنا مستعد للمساعدة إذا أمكان إذا بعد فيها أمكان لنعطيك خط تاني جديد نعم وين دور الهيئة المنظمة للاتصالات أو النظمة للاتصالات داخل أجيره اليوم بدنا نحكي بهالعنوانين مصير ليبون تليكم طبعا وزارة الاتصالات بهيئة أجيره مصير قانون الاتصالات وضعناهن عجناب وصرنا عمنا نخود نطبق مراسيم غير قاضعة لهالقانون اليوم أنا أول المطالبين ستنوال بتطبيق القانون 431 بعد تعديله بطبعا وتحديسه لأنه نطلع بالألفين واثنين وإنشاء ليبون تليكم سيد القرار أكبر مني بكتير مع أنه أنا اليوم مع السياسين اللي عم بجتمع فيهنا عم طالب لحتى نحن نحل هالجملة المشاكل ونحط أطر نقدر نحنا نطور فيها القتال لأنه نحنا بهالمهاترات اللي عم نفوت فيها راتب من هون وفساد من هون وفساد من هون ديك عم ننسى أو عم بيحاولوا ينسونا الهدف الأساسي أنه نطور هالبلد بطريقة ما اللبناني ياخد كيف بدنا نطور بدون ما نلتزم بالقوانين فمشن هيك أنا عم بقول من المدافعين والمحمسين جدا متحمسين جدا على تطبيق القانون لماذا القرار غايب مين مغايبه ما بعرف صراحة ياريت أنا فيني جاوبك على هالسوا ما في قطبي مخفية للاستفادة لمطرح ما مثل ما عم بينقال ما تدخليني بمحل أنا ما بفهم فيه يعني صراحة أنا شخص تقني أنا عايشوا بس بتسأليني خلفية ليش تطبيق وليش ما عم يتطبق عن جد ما بقدر جاوبك على هدا السؤال لانه ما بعرف مركز أو ما بتقدر كمان لا ما بعرف فعلا ما بعرف بكل صدق ما بعرف فبس أنا من الناس اللي بيقولوا لازم يتطبق الأنون 431 لازم يكون في هاي أناظمة لحتى تلعب دور الحكم بين القطاع الخاص والقطاع العام لازم يكون في هاي أناظمة ولازم هيدا عم بيضيع اللي عم بيضيع الأموال مليارات على الخزينة اللبنانية على كل حال إحنا كنا سألنا وصار فيه سجلات بهالموضوع كان عنا بالحلقة وزير الاتصالات السابق بطرس حارب وزير الاتصالات الحالي بحكومة تصريف العمال مع للوزير جمال الجراح وكان طبعا كل حدا عم بيدافع عن القانون من منظره الخاص على كل حال على كل حال يعني اليوم المواطنين يمكن همون أكتر شي يعرفوا أن يكون عنا انترنت مفتوح بالشوارع هيدا حلم المواطن هل هالحلم رح يصير حقيقة؟ نعم هيدا الحلم هيتحول حقيقة ونحن عم نعد فتر شروط حاليا لنطلق خدمة البابليك واي فاي أول شي بمطار بيروت بعد ما أخذنا الموافقات من وزارة الأشغال عفوا وبي مناطق تاني كمان بيروت هيدا بطل بطل إن شاء الله ببطل يصير حلم حيثير حقيقة موجودة على الأرض نعم في عنا اتصال واتصالين رح نخضر مع بعض بين معي مرحبا صباح الخير تفضل صباح أنا وكيفي كريدي السؤال أنا ساكن بعدونيس زو وستنترال مانا كتير بعيدة عني مش حمدولي أنا ما في لي أخذ أكتم 2 ميجابايت 2 ميجابايت أما لا هو الشبكة كلها الصريح لا هو أول شي مش خط نار هو خط حسب الدكتات اللي موجودة ونو وصلين لعندك بس أنت شو البلان اللي أخذه إذا أخذ 2 ميجابايت ما ستأخذ أكثر من 2 ميجابايت موظبوط أنا أخذ 2 ميجابايت من عند internet provider بس سألته عندهم أبغراد وشغلات تتلله أنا عدي كافيش حتى أخذ ثنين ميجابيت ما بيمشي حالا. بس وقت ما جيتوا لعنا جيتوا عالمدرسة عند ولادنا عملتوا مثل طوعية للانترنت وكذا 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 فمنا منكم انتم كدي اس ال او جيرو عندكم بارنت اللوك على كذا شغلة بالاااا بالدي اس ال. فمشان هيك انا حيبي بإرجاع انقل عدي اس ال تقدر اعمل لك كم شغلة بالبيت. اوكي. بس اول اول شي بدي اطلب انك لنعرف شوية معلومات عنك لنقدر لما نعرف رقمك فينا نفوت ونشوف شو الكباسيتي وشو السرعة القصوى اللي انت فيك تخدها. واما بالنسبة لموضوع البارنت الكنترول نحن بيتصرفك هذا الموضوع خط احمر بالنسبة لانه. وعم ندافع عن هذا الموضوع. عم نهجم كتير على على كتير ناس لحتى ليخدوا البارنت الكنترول. فنحن بيتصرفك باي وقت فيك تتواصل معنا مباشرة لانساعدك. على الكنز كاز او على ذي بيبل ات اوجيرو دوت جوف دوت البي. اهلا في. ما في تضارب مصالح سؤال بيسأل من مواطن ينتهي رقمه واحدة وثمانين لما اوجيرو بتبيع للزبائق لموزعي خدمات الانترنت بنفس الوقت. بمكان ما ممكن يكون مش مش ما بدي سميه تضارب مصالح بينما هو عبارة عن قوة فائدة بالسوق. ممكن. اي بس مش تضارب مصالح انه بالنهاية المصلحة الاولى لا اوجيرو هي ادخال ايرادات للدولة اللبنانية. فبتدخلوا عن طريقة مباشرة او عن طريق موزعين ما بتفروق. مستقبل كمان اتصال اخر. مين معي? واخر اتصال اهلا. يا اهلا وسهلا فيك. مين معي? بس بدي اسأل انا مواطن. تفضل. تفضل. بس بدي اسأل بس بدي اتصال اي متى رح يتحسن الانترنت. بس بادة السؤال. بس بك. مارسي. يا اهلا وسهلا فيك. بتشكرك على سؤالك. نحن ب بخمستاشة جولاي المفروض انه يبين يبلش يبين على الويب سايت تبعنا خطة اه تنفيذ اه اه مشروع الاياف الضوئية على كامل الاراضي اللبنانية. اه برجعوا بقول هذا شغل بده وقت. بس على القليلة حتكونوا حيكونوا المواطنين عارفين بتطوروا الامور. وحيعرفوا امتى المناطة تابعون حيتحسن فيها الانترنت. كم هي في مواطن بيسأل ليش ما بتكون كلفة الاتصال على السفر واحد او سفر ثلاثة متساوية. مش غريب شركات الموبايل تابعة للدولة. صح او لا? ادي استراتيجية. الدولة تملك قطاع الاتصالات هي بتعمل فيلي بداية. اما بنسبة لأسعار السفر واحد. بعرف انه في مشروع بما كان ما عمين عمل بالوزارة. نحن بس مناخد الأسعار ومنطبقة ومنجبيها لصالح الدولة. نحن عنا امكانيات لخلق داتا سانترز بالبنان يجمع قطاع العام الخاص مع بعضهم للبعض وبيوفر كلفة كبيرة على الدولة اللبنانية. بدون ادنى شك ونحن عم نعمل هالشي هلا. نعم. اليوم يعني سؤال كمان. بالنسبة لسرعة الانترنت. اجيرو مش مؤهلي لتطوير هالسرعة. ام نحن عنجد بحاجة لشركات خاصة لانطبرة؟ تطوير تطوير سرعات الانترنت ما بيتطلب اي شركات خاصة. نحن قادرين نعملها. اليوم لما بيكون في عندك موتور بيمشي بسرعة مية وعشرة كيلومتر. ما في كترة تشغليه اكتر مية وعشرة كيلومتر. نحن اليوم عم نركب موتور بيخلينا نمشي بسرعة ستمية كيلومتر بساعة. نعم. اي متر رح يتمكنوا موزعي خدمة الانترنت من الاشتراك بسعات عبر الكابلات البحرية بدون اوجيرو؟ آه. هيدا كسر احتكار الدولي اللبنانية. وهيدا بده قرار كتير كبير. نحن اليوم عم ياخدوا من عندي. اذا اعطيتهم سعات على الكابلات البحرية. واخدوا مد شبكات. يعني شو ضل لأوجيرو ووزارة الاتصالات ست نوال؟ ست نوال. ما بيضلل لشي. هلا اليوم بقيلة كتير. تقدمت بتاريخ 12 حزيران بيقول مواطم ينتهي رقمه باربعة اربعة. بيطلب لتقوية الانترنت من 24 الف الى 60 الف ليرة من اول شهر. ولها التاريخ ما غيروا شي. اول شهر اي اول شهر يعني؟ يعني عم بيقول انه من اول شهر قدمه مش زاكر. وعرف مبارح بعد اتصاله على الخمسة عاش خمسة عاش انه التغيير بيصير من واحد الى ست الشهر. والتغيير رح يصير ولكن اذا ما تم التغيير مين بيتحمل المسؤولية؟ يعني سؤال افتراضي ما فيه جوة. اساسا احنا ما نفعل الخدمة حسب البلنج سايكل حسب نظام الفوترة والمفروض انه يصير ما عنده سبب انه ما يصير. اليوم عندكم نقابة الموظفين صار فيه ضجة يعني من كم شهر اذا بدنا نرجع على ورا حول ما عاشيته لما صار فيه اقرار لسلسلة الرتب والرواتب هل هدية الامور هلأ فيه انتخابات للنقابة ها؟ فيه انتخابات للنقابة ها؟ تدخلوا بهالانتخابات؟ انا ما بتدخل. ما بتدخل؟ ما بتدخل؟ انا ما بتدخل بالنقابة. يعني عم ينحكى انه عم تسعوا لتركيب نقابة خاض عقلكم تماما بعد عظيف النقيب جوش أسطين عن ترشف. نظرية المؤامرة ديما الموجودة بعقلة اللبنانية ما بعرف ليه يعني. مش هيدا هم يعني. نعم. النقابة شأن شأن موظفين هني بنظموا امورهم الحالون. ما بعرفش بدي يدخل بالاساس بهذا الموضوع. نعم. بخصوص كمان انه سلسلة الرتب والرواتب اخدوا واو اخدوا حقوقهم بالكامل موظفي اجيرو. لا حافظت لهم على مداخلهم اللي كانت موجودة لانه القانون سلسلة الرتب والرواتب بالقانون ستة واربعين كان بيرجع موظفين اجيرو الى ثلاثين بالمية لو رفع. انا اللي عملته حافظت على مداخل موظفيني بدون بدون زوداء. عمين قال انه في تعليمات او عم بتنفذوا تعليمات هنكون شفافين اطرح الامور عليك متل ما عم تنطرح باستقصاء تأخير تزويد المواطنين بالانترنت لأشهر بعد تقديم الطلب بهدف دفع للوجوء لشركات الخاصة الاسرع بالمعاملة. اذا بعد ما عم نقناه بعد كل اللي قلناه وعم نقول بدنا نصرف 300 مليون دولار نوسع الشبكة ونحسن الانترنت منكون عم نسلم الناس القطاع الخاص بتصور انه هوني في في ظلم كتير كبير. نعم اسمي طاها صحيح انه المواطن لازم يدفع توصيل الاليف الضوئية من العلبي الى المنزل هنا يعني كمان سؤال كتير مهم انه بكرة كمان بدو يدفع ولا هي بتحددوا شركات الخاصة. نحن اليوم اجيرو بتوصل على علبة التلفونات اللي موجودة بقلب بغرفة التلفونات باسفل البنية او باسفل البيت. نعم. اليوم بالنحاس المواطن مسؤول عن النحاس اللي بيطلع من علبة التلفونات اللي عنده على البيت. ما غيرنا شي. بارحة كان عندي اجتماع مع نقيب المهندسين. وطلبنا منه رسميا نحن عطيه سبسيفيكيشن انه كل الابنية الجديدة اللي بدا تطلع يكون الزامي فيها يكون فيه فايبر اوبتك. عندي انترنت مع شركة دي اسالة اذا بدي انقل لشركة تاني بدي انتظر شهر قبل ما يرجعوا يصولوا ليه. لان شو هالقصة؟ لان شركات الخاصة بتحب قبل ما ننقل المواطن من شركة لشركة نتأكد انه هو ادى التزاماته الكاملة للشركة اللي كان يشتغل معها قبل ما ينتقل للشركة التانية. يعني عن محافظة لحتال. لان في بعض الزبائن بيصيروا بينات انتم من زبون لازموها بيدفعوا الفاتورة. وبينات انتم من بروفايدر لبروفايدر. نعم. ليش هيك اخدت قصة حكينا فيها بس هيك سؤال على الاخير لانه في الموضوع حقه. هذي بفرحات مدير الشبكات بأجيرو على اربع درجات استثنائية خلافة القوانين اي ولا لا. 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 وضع لي نقطة على السطر اختم لي ملفي. ملف اجيرو طبق دسم مثل ما اننا بداية الحلقة بالإعلام. اليوم عم ينحكى كتير على اجيرو. وضع لي نقطة على السطر اليوم. انا بدي بس اقول بالرغم من كل التشويش اللي محاولات التشويش اللي عم بتسير اللي بدي اقوله اللبنانيين ما حدا يغير لنا البوصلة. نحن بوصلتنا تطوير القطاع بأي طريقة ممكنة باعطاء المواطن اللبناني حقه على كامل الاراضي اللبنانية. شاء من شاء وابا من ابا. خليون يعملوا محاولات قد ما بدون مش رح غير اتجاه البوصلة تبعيتي ونقطة على السطر. وليش ما بتعطينا موعد انه بأي تاريخ رح تتعافى اجيرو من الاهدار والفساد؟ عملية الهدر والفساد عملية طويلة بتستغرق كتير حتى نتفيد الظلم كمان على الناس وبدأ تخطيط. فهيدا الشي ابتدى. امتا بيخلاص؟ دايما حيكونوا في ناس بيحاولوا يتزاكوا على السيستم مثل بكل محلات بالعالم وبكل المؤسسات. ونحن وراهم لحد ما تتحسن الأمور. شكرا لإلك مدير عام هيئة أجيرو عمادي كريدية. أهلا وسهلا فيك عبر إزاعة صوت لبنان انتهى اللقاء اليوم. كنا معكم لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان 100.5. وبهالبرنامج مشكر كل اللي اتصلوا فينا. وراح نتابع كل العنوين للمشاكل معك شخصيا أستاذ عمادي كريدية مدير عام هيئة أجيرو. بختم هاللقاء الكون أطيب الأمنيات مني نواليش عبود داليدة غانم والمخرج جورج العليا إلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر